قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتقد أن حمزة بن لادن نجلة زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن والشخصية البارزة بالتنظيم قد توفيه ولم يقدم المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه أي تفاصيل أخرى خاصة موعد أو مكان وفاته وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أحجم في وقت سابق يوم الأربعاء عن التعليق على تقرير محطة MBC تلفزيونية أفاد بأن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابرات بوفاة حمزة وكان حمزة الذي يعتقد أن عمره ثلاثون عاما بجانب والده في أفغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة وأمضى وقتاً معه في باكستان بعد الغزو الذي قادت الولايات المتحدة لأفغانستان والذي دفع كثيرين من كبار قيادات القاعدة للذهاب إلى هناك طبقاً لما ذكره معهد بروكينغز وقتل أسامة بن لادن على يد قوات أمريكية خاصة داهمت مجمعه السكاني في باكستان عام 2011 ويعتقد أن حمزة كان قيد الإقامة الجبرية في إيران في ذلك الوقت وفي 2017 صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حمزة بأنه إرهابي عالمي بعد أن دعا إلى القيام بأعمال إرهاب في عواصم غربية وهدد بالانتقاب من الولايات المتحدة لقتل والده وفي مارس آذار أعلنت السعودية أنها جردت حمزة من الجنسية قائلة إن القرار اتخذ بناء على أمر ملكي صدر في نوفمبر 22 من العام الماضي